هذه المنطقة التي تقع في أعماق بلدية غالمات بسيدي بالعباس لم تشفع فيها عين التنمية بعد ما أبقى عليها منطقة منسية تفتقد لأدنى شروط الحياة الكريمة نادر على الدولة راح ضايع اللولة راح ضايع تتورة مكانش، الطريق مكانش، الترسبور مكانش، الضو مكانش، لكروس هذا مكانش رانمت خلطة غير حنا والحيوانات مرافق عمومية عديدة شيدت بالمنطقة لكنها لم ترفع الغبن عن الأهالي الذين سئموا ترد الخدمات ببعضها وعدم دخول بعضها الآخر حيز الخدمة منذ عقود طويلة للمسؤولين الذين حاكمين هذا الدوار ولا حاكمين هذه البلديات ولا حاكمين هذا الأخر يودي ماذا بهم يشوفوا فينا بعين الرحمة نحن جزائرين وعدنا حقوق أغلفة مالية ضخمة خصصتها الدولة لإتمام مختلف البرامج التنموية لم يكن لسكان عين شافية لهم منها نصيب ما جعلهم يفتقدون طعم الاستقلال وهم يعيشون تحت أسقف يعود تشييدها للعهد الاستعماري منطقة زراعية وريعوية هذه كالناس معروفة وخاصة شافية على الأقل بلق فوق الألف وشي حاجة هذه حراتي كم يقولون منطقة نجا أهلها من ويلات الإرهاب فسقطوا في مستنقع تهميش طلبوا من السلطات المانية على الأقل يشوفوا فيهم شوفا غير ندرك في فا